التقس الكلام على التقس في مصر هو الحديث الأول والأخير لكل الناس طيب عايزة أقولكم مع افتتاح معرض الكتاب الحقيقة من يومين والناس تخيلت أنه برودة الجو مش هتخلي الناس تروح معرض الكتاب أو أنه هيبقى الإقبال ضعيف ولكن الحقيقة العكس تماما بالعكس الناس راحت وبدأت يبقى فيه إقبال شديد وأنا سعيدة جدا أولا عندي حاجتين سعيدة لأنه معرض الكتاب يعود بشكل أن الناس تنزل دلوقتي رغم كل الإجراءات اللي الناس عاملاها ووجود الكمامة لكن أنه يبقى فيه وجودنا على الأرض وسعيدة لأنه معرض الكتاب بتبقى زيارة عائلية رائعة خصوصا لما يكون معنا الأولاد أو الأطفال مش لازم نشتري كتب كتيرة لعمزانية الأسرة مثلا ما تتحملش أن الناس تشتري كتير ولكن فكرة التجول بشكل عام يعني فكرة هيلة لأنه لما الأطفال بتعتاد حتى أنها تنظر للكتب وتقف وتتصفحها وتشوفها ويشوفوا الغلافة عامل إزاي بقى فيه مناقشات بين الأب والأم والأولاد يشتروا حاجة ما يشتروش يزوروا فيه حاجة اسمها أنك تشتري بعينك يعني أو اللي هي زي ما بيقولوا بره الويندو شابينج أو أنك تبص فيرجعوا بثقافة كده مختلفة ويبقى الأحلى أن احنا نعمل لهم تحفيز يبقى المصروف بتاعه يحوشه قبل معرض الكتاب ويبقى ده اللي حيروح يشتري بيه لما نرجع لبيت بقى فكرة أنه يبقى عندي المكتبة الصغيرة للأسف يعني البيوت المصرية زمان كانت العروسة لما تتجوز أهم حاجة أنه المكتبة فين يعني كان من ضمن جهاز العروسة وجود مكتبة في البيت دلوقتي يمكن مع الأحوال ما بقتش المكتبة شيء أساسي وأنا بتمنى أن المكتبة هي اللي تعود يعني أحسن من حاجات تانية كتير حتى لو كانت حاجة صغيرة واللي ما عندوش مكتبه ممكن يعمل كورنر كده ويشجع الأولاد يقوله هنا بقى يتحط الكتب اللي انت هتقرأه صحيح أن كل الناس دلوقتي بتقرأ على الانترنت وبيقرؤ حاجاته على التاب وكله لكن فكرة الكتاب الورقي اللي يبقى موجود في مكتبة وبعين يبقى موجود جنب الطفل أو يبقى موجود قدام مكتبه دي بتدي له إحساس تاني بيبقى عنده شخصية تانية هو ماسك الكتاب فرغم برودة الجو وجود معرض الكتاب ولكن دي من أهم الحاجات اللي بتغذي العقول صدقوني لما احنا نغذي العقول حنتقدم كتير جدا لأن العقول لما بتتغذى بالقراءة انت بتعيش في عوالم أخرى عالم من هنا وعالم من هنا وتعرف أخبار وقراءات متنوعة هتخلينا في منطقة تانية وفي حياة تانية